موسيقى من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم بترسيم الحدود عن بعد بدأت رحلة الرئيس المكلف تمام سلام وقبل أن يستغرق في زعامة بيروت وتأخذه نشوة السلطة حدد له الرئيس سعد الحريري دوره المرحلي وقال إن مهمة رئيس الحكومة هي إجراء الانتخابات ولو تمكن الحريري من البوح أكثر لأصدر مرسوما سياسيا ضمنه ولاية سلام ووظيفته المؤقتة وأتبعها بإرشادات تقيه شر رئاسة أي حكومة خارج الوسط الحريري أو ما يعادله أما استحلاء السلطة فهو من باب التمادي وسيصيبه مكروه من يتعدى على الحرم السياسية فإن أعطيناك الكرسي لا لتجلسة بل لتراقب العملية الانتخابية كمختار ومن بعدها كلفنا خاطرك لا يبدو أن لسلام أذنا مصغية في التعاليم الحريرية إذ إنه عازم من تلقاء نفسه على إنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابات أولويته لكنه سوف يضطر إلى فتح الآذان لسماع مطالب التوزير وسط حرب طاحنة على وزارات دخلت نادي الوزارات السيادية كالطاقة والاتصالات سلام زارة عبداليوم لوضع اللمسات الأولى على الرسم الحكومي معلنا إطفاء الموترات وداعيا إلى تحمله كم يوم فيما تفقد الوزير وائل أبو فعور عين التيني موفدا من جنبلات لإجراء معاينة سياسية للوضع بعد حفلة تباين التشريع بالأمس وأكد أبو فعور استمرار التشاور مع بري للتفاهم على الحكومة وقانون الانتخاب وفي بعض كان هاجز الأمن أبعد مدى لسيما بعد القصف السوري على مناطق حدودية شمالا وبقاعا وقال رئيس الجمهورية إن القصف لم يتوخى أهدافا عسكرية وليس من أسباب ولا مبررات لذلك الحكومة السورية التي لم تعطي أي رد على الاعتداء توجهت إلى الأمم المتحدة طالبة إدراج جبهة النصرة في قائمة القاعدة لكن أعلى منظمة دولية أسقط من يدها فمن ستدرج وأي لوائح ستتسع للجيوش والجبهات والتنظيمات المتصادمة في البلد الواحد وكل يريد تحرير سوريا فالعالم مربك في التعامل مع صارقي الثورات ولا هوية واضحة لكل ما يجري في الداخل السوري المعارضة المسلحة في نزاع مع المعارضة المسلحة يتنازعون في القيادة والمغانم يصفون رؤوس قادتهم كما حدث في الحسك بمقتل قائد كتيبة القعقاع الملقب بأبو صدام بنيران كانت صديقة ويمتد الصراع إلى السيطرة على المناطق التي تعد محررة فالهيئات الشرعية أصبحت في مواجهة القضاء المدني أما الجيش الحر فإنه معاد حرا كثيرا ولا صاحب قرار موحد تتنازعه كتائب وفصائل من القيادة إلى المجلس العسكري والفاروق وأحفاد الرسول وسط اتهامات لكتيبة بدر بالاعتقال والتعذيب والابتزاز فمن هو الجيش الحر اليوم ومن هي جبهة النصرة وأي وبالن نزل على سوريا يسيطرون على الألياف وغير قادرين على إعلان السلطة في منطقة واحدة محررة واليوم فقد استفاق معاذ الخطيب على وضعه بالقول إن فكرة القاعدة لا يناسب الثورة فصح النوم وصبق سيف الظواهر العذل تجددت مساء اليوم عمليات الخطف بين أهالي عرسال والجعفر بعدما كان من المفترض اطلاق المخطوف حسين جعفر هذه الليلة لقاء فدية قدرت بمائة ألف دولار وقد نشطت الاتصالات العمل على اطلاق سراح المخطفين وتطويق الحادث قبل تفاقب الأمور إلى ذلك تواردت أنباء عن قصف جوي سوري على جرود عرسال التفاصيل مباشرة مع الزميلة رشال كرم رشال مساء الخير إليك الهواء تفضل إلى وضعنا في التفاصيل مساء الخير داليا كما سبق وذكرت بأن الأمور كانت تتجه كثيرا إلى الإيجابية لبل أكثر من ذلك كان هناك وقت لتسليم حسين جعفر ولتسليم المخطفين الستة المتواجدون لدى آل جعفر ولكن هذا الطارئ الذي حدث بخطف سبع أشخاص في عرسال ثلاثة منهم أحدهم من عائلة نصر الدين زعية الرشعيني وأربعة من أل جعفر هم عباس علي جعفر نبيه علي جعفر علي يسين جعفر وحسين نظير جعفر منذ حوالي الساعة تقريبا تمكن عباس علي جعفر من الخروج من الهروب لم يكن هناك إطلاق صراحة ولكن هذا الشاب عباس تمكن من الخروج من خطفينه بعد أن كان هناك نوع من مبارزة نوع من صدام بينهم فتمكن عباس من المجيء وهو الآن في منزل ذويه آمنا في منزله أما البقية فكان هناك إطلاق صراحة لثلاثة الأشخاص الذين ليسوا من أل جعفر لأن العرساليين اعتبروا أن مشكلتهم هي تحديدا مع أل جعفر وليست مع العشائر الأخرى في المقابل قام أل جعفر بخطف أيضا أشخاص يتحدثون عن بصان تم توقفهما وإنزال الأشخاص الذين هم من عرسال أما العدد التحديدي الذي هو الآن بحوذة آل جعفر حتى الساعة يتحفظون عن الرقم ولكن يقولون أن هناك أشخاص جدد تم هي الآن بحوذتهم يقولون بأنهم يريدون التهدية هذا ما طالب به الجميع ولكن هذا التطور الذي حصل اليوم مع هلاء الأشخاص السبعة أزم الأمور الآن معنا الحاج محمد جعفر الذي هو أحد وجهاء الجعفر لتوضيح مسألة أساسية وهي عندما تحدث نائب رئيس البلدية بأن هؤلاء السبعة كانوا يتوجهون إلى عرسال لخطف عرساليين جدد وبالتالي استباقة لهذا الموضوع تم خطفهم حاجزة فيك توضيح هذه الصورة بنظركم أنتوا شو بتقولوا على هذا المؤتد؟ نحن توضيحا ما ذكرته كان هناك مساعي خيرة وعلى أساس انتهت كل المساعي بالإيجابيات ووصل الخبر أنه حسين جعفر صار بمحيط بلدية عرسال وعم نجهز الست الموجودين لدى آلي جعفر لنبعطهم إلى مكتب مخابرات الجيش في القاع لتسليمهم كان أي ساعة من مفترض؟ كان مفترض الساعة شي خمسة تكون منتهية الأمور وكان فيه يوجد من أهل عرسال من بيت الحجيري وعز الدين عند بيت جعفر وذهبوا على هذا الأساس وقالنا للناس ترجع كلها على شغلة بينما طلع ناس عندها أشغال بضمن عرسال وصلوا لهنيك يعني صار من نوع من الغدر ضمن بيوتهم يخطفوا سبعة من آلي جعفر وثلاثة من ثلاثة وأربعة من بيت جعفر لمين بتحمل المسؤولية بالتحديد هلأ؟ نحمل المسؤولية لرئيس بلدية عرسال اللي هو يمكن نفتكر حاله فعلا أنه قائد بس نحن من الأساس محملينه هاي المسؤولية وهلأ نؤكد هاي ظاهرة خطيرة يقوم فيها علي الحجيري علي بوعجيني لوقت الفتنة يقيم فتنة في البقاء وهو أساس هاي الفتنة نحن منحمله هاي المسؤولية له شخصيا وكل أهالي عرسال طيب حاج الثلاثة الأشخاص اللي بعده الموجودين باعرسال شو ما صيرهم؟ عرفتو هل تم نقلهم إلى سوريا متل ما صار مع حسين جعفر ولا لا؟ يعني إجت أخبار كانوا عم ينقلوه هون وفي ناس اللي عقلاء في عرسال تسعطوا لهذا الأمر وبعدنا ناطرين نحن المساعي وعم نطلب ضبط النفس من جميع أفراد ألي جعفر ونتمنى من الدولة كمان تبسط وجودها الفتنة حضرتكم دفعتوها؟ نحن ما دفعنا الفتنة ولا من فتنة بمسألة فتنة مصاري أهالي عرسال؟ شكرا لك إذن داليا هذه هي الأموء الأجواء في منطقة الهرميل نعود ونؤكد بأن كان هناك نوع من تحركات في مناطق أخرى لخطف عرساليين آخرين ولكن يعمل جاهدا وجهاء جعفر على تهدئة الأمور بالتعاون أيضا مع مخابرات الجيش التي تسعى إلى إنهاء هذا الملف الذي لا يزال مفتوحا منذ 24 أذار وحتى اليوم لا يزال حسين جعفر مجهول الهوية لا يعرفون متى سوف يسلم وتحت أي شرط سوف يسلم إذا كانت الفدية فالفدية يقول أهالي عرسال بأنهم كانوا قد أمنوا كان في اللحظات الأخيرة داليا كان هناك ناقص 25 ألف دولار تم تأمينهم وعلى هذا الأساس كان سوف يتم إطلاق صراحة حسين جعفر هذه الليلة أما هذا التطور فأدت الأمور إلى الأزمة التي هي موجودة الآن في الهرميل على أمل أن تكون في الساعات المقبلة حلحلة لهذا الموضوع نعم داليا شكرا للزميلة رشال كرام قصف سوري يطاول بلدتي أدبابي والكواشر في عكار والأهالي يطالبون المسؤولين بالتدخل لوقف القصف على مناطقهم في حادث شبه يومي على الحدود اللبنانية السورية سقط ليلة الأربعاء الخميس عدد من القذائف مصدرها الجانب السوري في محيط بلدتي أدبابي والكواشر العكريتين واختصرت الأضرار على الماديات إحدى هذه القذائف أصابت خزان المزود في مزرعة سعد رعد لتربية الدواجن في بلدة الكواشر ما تسبب باحتراق المزرعة واحتراق مولد الكهرباء الخاص بها إضافة إلى تصدع البناء وتهشيم الألات والمعدات نتج أضرار عن هذا الأصف احتراق مولد الكهرباء وخزان المزود وخزانات الماء تشزت بالأزيف وصرت خارج الاستعمال وكان ممكن تؤدي القصة لخسائر أكبر من هك لو لا تدخل الشباب والعمال والأطفاء الحريق ووفق المسح الأولي للمزرعة فإن الأضرار قدرت بنحو 30 ألف دولار أمريكي وطلب صاحب المزرعة بقدوم خبراء من الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني للكشف على الأضرار وتحديد حجم الضرار كما ناشد المسؤولين التدخل لوقف القصف على مناطقهم رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ويبحث معه في التشكيل الحكومية المرتقبة بعد الفراغ من الاستشارات اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قائد الجيش العماد جون قهوجي على تفاصيل ما تعرضت له منطقة عرسال من قصف جوي على عمق كيلومترين في الحدود وكذلك منطقة دبابي في الشمال وعلى احتراق مزرعة في الكواشرة حيث تبين أن القصف لم يتوخى أهدافا عسكرية كما أنه ما من أسباب أو مبررات لذلك وطلب إلى قيادة الجيش تزويد وزارة الخارجية الوثائق للمقتضى نتائج الاستشارات غير الملزمة التي أجرها في مجلس النواب الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام تناولها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري والرئيس سلام إضافة إلى التوجهات المستقبلية على صعيد تأليف الحكومة المرتقبة التركيز هو على تأليف الحكومة وبالتالي سنطفي الموترات لا نقدر نركز ونعطي نتيجة طيبة وطبعا هاجسنا هو التوجه إلى كل اللبنانيين بشيء يقدر يكون على مستوى أمالهم وطموحاتهم بهالمرحلة لنقدر نريح البلد أررنا بتف الموترات تحملونا ومن زوار القصر الجمهوري وزير الإعلام وليد الدعوق والنائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي إضافة إلى قائد الدرك العميد جزاف الدويهي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور يؤكد أن تعليق المهل الانتقابية ما كان يجب أن يحدثه لا من الناحية السياسية ولا الدستورية أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور استمرار التشاور والعلاقة الجيدة بالرئيس بري والسعي المشترك للتفاهم حول كل القضايا المطروحة على الرغم من موقف الاشتراكي الناقد لا بل الرافض سياسيا ودستوريا لما جرى في جلسة المجلس النيابي أبو فعور وبعد زيارته الرئيس نبيه بري أكد كذلك أن الاشتراكي لا يتصرف بمنطق رد الفعل احتراماً المنبر الذي أتكلم عنه سأقول فقط بأن ما حصل بالأمس لدينا وجهة نظر عبرنا عنه بالغياب وعدم حضور الجلسة ونحن نعتقد أن ما حصل بالأمس ما كان يجب أن يحصل لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الدستورية وبعض القوى التي انساقت بالأمس في هذه الطرحات خلافاً لما كان حصل نقاش بيننا وبيننا وحس خلافاً لما كان حصل من شبه توافق أو شبه اتفاق لم نعرف كيف تم إدارة الظهر لأله والذهاب إلى الجلسة ولم يتم النظر لا إلى ما كان سبق وتم الحديث عنه ولا إلى حضور أو عدم حضور مكونات سياسية أساسية ثم استقبل بري رئيس الكتلة الشعبية النائب السابق إليس كافو عرض معه للأوضاع الراهنة وتطرق الحديث إلى موضوع قانون الانتخاب كما استقبل أيضاً الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد وجرى عرض للوضع الراهن عموماً والوضع في ترابلس والشمال خصوصاً وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وفي الذكرى الثلاثين لتأسيس مستشفى الساحل أكد أن أجماع الأمس هو تلبية لدعوة الرئيس بري إلى الانصراف في شهر إلى نقاش جاد ومسؤول للوصول إلى قانون جديد للانتخابات تجمع عليه كل القوى السياسية التوافق الذي حصل بالأمس في المجلس النيابي وهو أمر من المهم والجدير التوقف عنده حيث أن الإجماع أيضاً الذي حصل أو شبه الإجماع مع التفهم العميق لموقف الوزير وليد جملا وهو ربما من وجهة نظره قلق ولديه الحق في هذا القلق لكن هذا الإجماع اللبناني يعكس أن اللبنانيين يريدون فعلاً تعليق قانون انتخابي لا يليق باللبنانيين وهو قانون مجرد اسمه اسمه أنه قانون الستين يعني أنه يعيدنا نصف قرن إلى الوراء أو أكثر ونحن نريد قانوناً عصرياً يدفعنا إلى رسم تطلعات متقدمة في القرن الواحد والعشرين لا أن نعود إلى القرن العشرين إلى الوراء الرئيس سعد الحريري يؤكد دعم قوى الرابع عشر من أذار للرئيس تمام سلام ويقول لا يحاول أحد العرقلة هذه العلاقة أعلن الرئيس سعد الحريري بعد لقائه البطريارك الماروني الكاردنال ماربشارة بطرس الراعي في باريس تأييده لكلام رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بأن الحكومة هي حكومة انتخابات ولفت الحريري إلى أن المهمة في معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو الشعب الذي يريد انتخابات وبدلاً من أن نختلف حول هذه العبارة توفقنا جميعاً حول إعلان بعبدة فلماذا لا نسير به في البيان الوزاري؟ ورداً على سؤال عما إذا سيكون هناك لقاء قريب بين تيار المستقبل وحزب الله ما بحياته بوابنا كانت مسكر على أي إنسان نحن نعرف أن حزب الله مكون أساسي بالبلد كما هو تيار المستقبل نحن مش ضد الحوار ولكن نحن مع الحوار البناء الحوار الصادق الحوار اللي ممكن نوصل لإله بالنتائج نحن ما كنا بحياتنا يعني نحن ما دخلنا أي حوار لحتى نشتري وقت نحن دخلنا حوار لحتى نلاقي نتائج مفيدة للبلد إذا هو المطلوب حوار نحن موجودين نحن حاضرين للحوار الحوار بدي يكون بناء اليوم في استحقاء أساسي بالبلد هو انتخابات النيابية ونحن نرى أن تشكيل هذه الحكومة برئاسة الرئيس تمام اسلام هو أساس استحق أساسي لأنه ننتقل من مرحلة لمرحلة هذه حكومة يعني دولة الرئيس تمام اسلام مشرفنا نقول دولة الرئيس تمام اسلام يعني حكومة انتخابات هذا ما يريده الرئيس تمام اسلام وأنا برأيي أن هذا القرار يعني بفيد لبنان نحن عدنا هدف أساسي في لبنان هي الانتخابات النيابية وما حدا نغلط بهذا الموضوع هذه الحكومة كما قال الرئيس تمام اسلام هي حكومة لحتى تجي تنفذها الانتخابات وقاله أنه متنازل عن النيابة عشان تقوم هذه الحكومة بالانتخابات وأضاف الحريري أن موقف التيار حاد من موضوع النسبية ولكن وبعد تشاور طويل مع حلفائه وبعد مفاوضات مع الحزب التقدمي الاشتراكي قبل المستقبل بالقانون المختلط الذي يجمع بين الأكثري والنسبي مقدما تنازلا كبيرا والآن الكرة في سلة الآخرين وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي وخلال حفل إطلاق استكمال مشروع مسبح إيميل حود الأولمبي أكد أن المصلحة الوطنية هي بإقرار قانون انتخابات يفتح الباب نحو بناء الدولة والمؤسسات ويكون قادرا على تجديد الحياة السياسية واللعبة الديمقراطية واسمح لي مجددا أن أقتبس من مدرسة آل سلام لأقول أننا بحاجة ماسة إلى استحضار مفهوم لا غالب ولا مغلوب وذلك لا يكون إلا عبر تنازلات مقدمها جميعا من أجل الوطن مترفعين عن المغانم والمصالح الشخصية والطائفية والمناطقية واضعين حدا نهائيا لكل ما ارتكبته قوانين الانتخابات منذ الحرب الأهلية أنا الأوان لكي نلغي دفتر الشروط الذي نعتمده في التعاطي مع بعضنا البعض على المستوى الوطني وأنا الأوان لكي نلغي فعوص الدم في نسبة الوطنية التي نتحتى بها بعضنا البعض أصدقاء المناضل جورج عبد الله يعتصمون أمام مبنى السفارة الفرنسية بعد إلغاء محكمة تمييز الفرنسية قرار الإفراج عنه وهو قرار غير قابل للطعن نفذ أصدقاء المناضل جورج عبد الله اعتصاما أمام مبنى السفارة الفرنسية تنديدا بعدم إطلاق سراحه من السجون الفرنسية ويأتي هذا الاعتصام بعد إصدار محكمة التمييز الفرنسية قرارا ألغت فيه قرار الإفراج الذي أصدرته محكمة تنفيذ الأحكام ورأت أن القرار مخالف للقانون وهو قرار غير قابل للطعن أإنه حتى في حال انعقاد محكمة تنفيذ الأحكام أو إصدارها أي قرار لن يكون لها أي دور أو تأثير دولي مرهوني لفرنسا دولي مرهوني لفرنسا للأمريكاني لفرنسا قوى الأمن الداخلي أقفلت طريق الشام أمام مبنى السفارة في الاتجاهين وعززت وجودها هناك لمنع المتظاهرين من التقدم نحو المبنى وقطع المعتصمون كذلك جميع المنافذ المؤدية إلى مبنى السفارة الفرنسية ورفعت لافتات تندد بالاعتقال التعسفي هذا ورشق بعضهم المبنى بالبيض والبندورة نستغرب أشد الاستغراب ونستهجن كثيراً هذه السياسة الفرنسية التي لم نكن نأمل أن تصل إليها فرنسا بكل الشعارات التي طرحتها ونادت بها من حقوق الإنسان والحرية اليوم تنتهي المسرحية المهزلة للقضاء الفرنسي الذي انتفض منه قاضياً واحداً نبيلاً معللاً قرار الإفراج عن جورج عبد الله في 21 تشرين الثاني عام 2012 فإذ بكل ذئاب وكلاب الإدارة الفرنسية بالتنسيق والتآمر الكامل مع السلطات الأمريكية ينقضون على هذا القرار وقد شدد شقيق عبد الله جوزاف على ضرورة الاستمرار في الضغط على الإدارة الفرنسية القائمة في لبنان أهلاً بكم من جديد استفارة الليبية في لبنان حاجة حيوية للمغتربين اللبنانيين في ليبيا وللراغبين في الصفر إليها من أجل العمل فلماذا لا تزال أبوابها مقفلة؟ في هذا المبنى كانت استفارة الليبية في لبنان قبل أن تقفل أبوابها بعد توتر العلاقات بين البلدين بسبب قضية اختفاء الإمام موسى الصدر أيام حكم معمر القذافي اليوم تحول المبنى إلى فندق وصفحة معمر القذافي طويت تماماً وتسلم الحكم في ليبيا نظام جديد بعد انتخابات لكنها قضية الإمام الصدر لم تحل والسفارة الليبية في لبنان لم تفتح أبوابها من جديد لماذا؟ تواصل موجود نحن ما وقفنا سفارتنا في ليبيا وكان على طول كان فيه قائم بالأعمال ولكن هلأ في الفترة الأخيرة صار فيه سفير للبنان في طرابلوس الغرب والليبيين عندهم نية أنه لإعادة فتح السفارة وفاتحونا بالموضوع وربما حيبعتوا ديبلوماسيين من أجل إعادة فتح السفارة يزيد عدد اللبنانيين المغتربين في ليبيا على 1500 شخص معظمهم رجال الأعمال والتقنيين الذين يمتلكون خبرات كبيرة لكن هؤلاء وغيرهم ممن يريدون العمل في ليبيا يضطرون إلى تقديم طلبات تأشيرة الدخول الفيزا في السفارة الليبية في القاهرة أو في تونس أو من خلال السفارة اللبنانية في ليبيا في وجود السفارة كمان تسهل يعني جسر وصل ما بين لبنان وليبيا يعني السفارة طبعا فيه إلى نشاطات أخرى مش بس نشاطات ديبلوماسية يعني السفارة من خلال تواجده على الأرض ممكن تقوم بأعمال كتير بتسهيل عمليات السياحة تفعيل عمليات السياحة بين لبنان وبين ليبيا تشجيع رؤوس الأموال للإستثمار من وإلى تشجيع رجال الأعمال يعني اليوم لا يقتصر عمل السفارة فقط على عمل ديبلوماسي أو على مذكرات يقول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور إن فتح السفارة الليبية في لبنان بات قريبا لكنه يقرن الأمر بكشف مصير الإمام موسى الصدر فهين أصبحت قضية الإمام؟ وهل من جديد فيها؟ هذا موضوع الدين نا ما بيتعلق بأنه سماحة الإمام وتبين طبعا فيما بعد أنه بعد الدراسات اللي صارت والنتيجة هي عائدة لوزير الخارجية السابق الذي يقتيل منصور الكيخية وليس له علاقة بالله نحن هلأ بدنا نطلع على التحقيقات قريبا جدا وعدنا والليبيين طبعا هني عندهم مقر سفارة الإجراءات هني بيأخذوها فيما بعد فيما بدون يبعثوا ديبلوماسيين لإعادة تنميذ لفتح السفارة ولكن نحن نتمنى نحن نتمنى أنه قبل هذا يحصل أنه يكون في نتيجة متقدمين نقدر نطلع عليها من قلال التحقيقات إذن عودة السفارة من عودة الإمام أو على الأقل كشف مصيره بعد أكثر من خمسة وثلاثين عاما على اختفائه المعارضة المسلحة تسقط طائرة تموين للنظام والمرصد السوري تحدثوا عن مجزرة في الصنامين في درعة الله أكبر تسقط طائرة حربي قتل أربعة من جنود قوات النظام بينهم طيار ومساعده كانوا في طائرة مروحية تنقل مواد تموينية إلى معسكري الحامدية وواد الضيف المحاصرين أسقطها مقاتلون مسلحون في مدينة معرة النعمان في إذلب بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وأفاد المرصد عن مقتل أكثر من سبعة وخمسين شخصا بينهم ستة ما دون ثامنة عشرة من العمر وسبع نساء في عملية اقتحام نفذتها قوات النظام السوري في بلدتي الصنمين وغباغب في محافظة درعة جنوبية البلاد وأشار المرصد إلى أن القتلى سقطوا في إطلاق رصاص وقصف وإعدام ميداني واشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة كما أسفر القصف عن هدم أكثر من ثلاثين منزل وأحراقها سياسيا أعرب وزراء خارجية مجموعة الثماني الذين اجتمعوا الخميس في لندن عن صدمتهم بعدد القتلى في سوريا الذين قدرتهم الأمم المتحدة بسبعين ألفا دعين كل الدول إلى زيادة مساعدتها الشعب السوري خصوصا مع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من مليون الخارجية السورية من جهتها قالت أن تصريحات قيادات تنظيم القاعدة تؤكد ما دأبت سوريا في التحذير منه وطالبت مجلس الأمن الدولي بإدراج جبهة النصر في لائحته السوداء للتنظيمات والأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة جاء ذلك في وقت رفضت فيه لجان التنصيق المحلية في سوريا جملة وتفصيلا دعوة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهر إلى إقامة دولة إسلامية في سوريا مؤكدة أن هدف الثورة تحقيق الدولة المدنية وفي سياق متصل أعربت روسيا في بيان عن قلقها حيال ازدياد اهتمام تنظيم القاعدة بسوريا وخططه لتحويل هذا البلد إلى قاعدته الأساسية في الشرق الأوسط فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروف وجود جهات ليس في مصلحتها لاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تقوم بأعاقة جهود حل الأزمة في سوريا معتبرا أن الحل الوحيد للأزمة هو وقف التشجيع على العنف وعسكرة النزاع والسعي إلى إجلاس الأطراف إلى طاولة المفاوضات في مصر القضاط والشعب يواجهان محاولات مرسي والإخوان السيطرة على القضاء تقرير من القاهرة مع زميلة منعشماوي رغما عن أنف القانون وأحكام القضاء النائب العام طلعت عبدالله باق في منصبه ومستمر في عمله حسب تأكيدات مؤسسة الرئاسة التي قدمت طعنا على حكم من محكمة الاستئناف صدر الأسبوع الماضي كان فيه قرار من شأنه بطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وإلغاء قرار الرئيس بتعين المستشار طلعت عبدالله في منصبه وكانت هذه الأزمة هي فتيل الشرر الذي أشعل الكثير من الأحداث في البلاد لعل من أبرزها انتفاضة للقضاء ضد قرارات مرسي بتعين نائب عام من وجهة نظرهم هو نائب ملكي يخدم مصالح الرئيس ومن معه الأمر الذي جعل قضاة مصر يقاطعون انتخابات الاستفتاء على الدستور ومن ثم جاء حصار للمحكمة الدستورية العليا من قبل جماعة الإخوان المسلمين وطيارات سياسية إسلامية أخرى لمنع صدور أحكام قضائية لا تتوافق معها والإخوان احنا مش مع الاثنين احنا عزيب الاثنين مع احترامنا لهم هما الاثنين يقدموا استقلتهم المجلس الأعلى للقضاء يختار من ضمن المجلس الأعلى واحد نائب عام نائب عام ليس مسيس لأي طيار بل هو نائب عام للمصرين كلها تصريحات خرجت مؤخرا على لسان المرشد العام السابق مهدي عاكف في حوار أجرته الجريدة الكويتية الإلكترونية يؤكد فيه عن خطة من شأنها خروج أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة قاضي بالقانون من مؤسسة القضاء وصل سنهم إلى الستين ولن يتم المد لهم رغم تعود القضاء في القضاء لهذا المد لتأتي التفسيرات في الكواليس تؤكد خطة الرئاسة بإحلال قضاء آخرين يدينون بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين أو ربما يكونون خلايا إخوانية نائمة كانت لسنوات طويلة داخل أرويقة القضاء إلا أنها تكشف عن وجهها الآن حرب بدأها رئيس الجمهورية مع القضاء وعلى القضاء يؤكد مرسي في تصريحات فيها أن أغلب قضاء مصر هم ضده وضد وجوده في كرسي الرئاسة خطة منظمة يستخدمها الرئيس محمد مرسي ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين هدفها الأساسي هو ضرب القانون وتفتيت مؤسساته ليختلط حابل الفساد بنابل أخوانة الدولة ومن ثم كسر القضاء والقضاء الذي سيكشف التزوير والتلاعب في انتخابات في الفترة القادمة والتي يريد الإسلام السياسي فيها أن يحصد حصة الأسد منعش مويا الجديد من القاهرة أما الآن فننتقل للمشرة الفنية التي توفينا بها زميلة دارين جين دارين مسأل خير مسأل نور نايس لوك هلو كتير غيرت شفاي هلأ أبنس هي أصل الوقت هلأ أبنس حلوين راحين لي شوفي عنا اليوم مقبول اليوم في عنا مارك عبد النور مؤدلة مصدر وفي عنا بانوراما هوليوودي يلا منتبع بين توزيع الأغاني والغناء مارك عبد النور مؤدلة مصدر بين 2012 وال2013 وزع أكتر من عشر أغاني والحبل على الجرار اليوم عم نشوفه بمقبضلة مصدر خلينا نتعرف سوا على مارك عبد النور أنت كتير بتوزيع أغاني وخاصة أنه مؤخرا عم نشوف كل الفنانين تقريبا مارك عبد النور مارك عبد النور حمد الله حمد الله طب ليش لهلأ لأقررت أنه تطلق تاني أغنية لألك وبينما بالتوزيع كتير بتحبت لكن ببساطة التكلفة المادية هي السبب الوحيد وتعرف قصة لبنان وبريق الزات والإنتاج فمعترنا شوية صغيرة ونزلنا بتاني غنية إن شاء الله الأحوال الأمنية تساعدنا كان هون ولا بالبلاد العربية كلها مثلما بتعرف الوضع شوي سيء وإما كان وعم بحضر كمان أصص جديدة على صعيد الغنى يعني غير التوزيع أنا دجاسة اللي عم غني عشر سنين دارين بس لأنه ما كان عندي أعمال خاصة العالم ما بيعرفوا هيدا الموضوع يعني بيعرفوني الوادينك بلانرز المتحدين الحفلات اللي بيشتغل معهم هؤودي كلهم بيعرفوني بس للعالم اللي بيسمعوا راديو وبيحضروا تيفي يعرفوا كابل يكون عنديك عمل خاص إن كان كليب وأغاني ونذكري أنا أول غنية كانت ودعني صح أبصر نور مقدة لمصدامة؟ حسيت شوي يعني ما أنا اقتبسته من شخصيته يعني هيك كنت عرف عليه جديد ما كان إلي سنتين بعرف مالك ليش اخترت مقدة لمصدى كتيتر للأغنية؟ تيتر مقدة لمصدى هذا متل لبناني يعني بيقوله كل البلاد العربية يعني اللي ما بيعرفوا ومقدة لمصدى يعني شخص ماري عليه كتير قصص ما بق في شي يمرق عليه وكلمة مقدة لمصدى بتعلق بس مشان مش أكتر يعني لأنه بتعرفي الأغاني كلها في كتير أغاني بالسوق دارين بديك تميز حالك بالقليل الشي يلفط انتباههم للعالم كان الاختيار على مقدة لمصدى مارك خلينا نعرف نعرف المشاهدين عن الأغاني رح يسمعوه هلا قريبا بالسوق في عندي نادر الأتات عم بحضر له عمل كتير حلو يعني بيشوف النور تقريبا بعد شي بجمعتين ثلاثة وأكيد انت رح تغضل حد الصور رح تعرفي في هذا الموضوع عندي ألين خلف عم بحضر له شي كمان أيمن زبيب عندي ثلاثة أغاني معه سملا أيمن مولعة أيمن مولعة عطول مين في عندهم كمان بعد وقالين رجعت يعني إلى السيحة ألين عملي كامباك كتير حلو نوارك عبد النور حبيت حالك بالكليب الصورة اللي أنت قدمتها ألين للصراحة كنت كتير خيفة من شغلي أطلع أنا سئيل لا أطلعت سئيل لأنه أنا مش ممثل الكليب اللي بيغني بيطلع بيغني معه ميكرو عم بيغني وفي فرقة وفي عالم عم بيجوه معه بس بمجرد ما تعني كليب فت بخانة التمثيل عم يطلب منك المخرج تضحك زعال تقهر ايه وكنت ودوري كتير كما شفت بالميوزيك فيديو وكنت شوية منكي يعني أنا سئيل وعادة عم بعذب فيها للبنت بس آخر شي رجعت بيطة جبت للا جاتو وعملت من إلتها ايه ايه عالغ لعب دينا وروحي تفيكي علا قتينة بس الشغل المعرف دينا اني معضي لم صدينة شغل جاتو ايه ايه ببيضة بالاخر انا قلت ابسر شو عامل لا بس مهدوم مهدوم وهلأ راح نشوف انا وياك والمشاهدين البانوراما ايه انا متابعين ساهم حامل دوكات كامبريتش كيت ميدلتون بتفلها الاول من الامير ويليام بتقريبهما اكثر من بعضهما وقالت جودي وايد كاتبة العائلة المالكة البريطانية ان الامير ويليام وكيت ميدلتون لطالما كانا مقربين من بعضهما لكن الامر بات ظاهرا اكثر منذ حملها الامير ويليام يتحضر للأبوة من خلال الاستعداد لترك الوحدة العسكرية في ويلز كما يتابع اعمال التجديد في قصر كينزينغتون وعكار سادرينجهام ويعتزم الانتقال مع كيت في الخريف المقبل يشار الى ان الطفل الجديد سيولت في تموز المقبل ولم يكشف عن جنسه بعد موسيقى تصدرت صورة الفنانة العالمية ادال غلاف مجلة ال بنسختها الامريكية لشهر ايار المقبل حيث التقطت ادال صورها في استوديو ايكونيك ايست واست في لوس انجلس وهو الاستوديو الذي سجل فيه فرانك سيناترا اهم ابداعاته الفنية العالمية وظهرت ادال في الصور بلوك مشابه لنجمات الستينيات وتميزت صورها بالكلاسيكية حيث تعمدت الظهور بنعومة واناقة كبيرتين موسيقى ماذا اسمك؟ جانجو موسيقى قررت السلطات الصينية سحب فيلم جانجو من صلاة السينما في اليوم الاول من عرضه على الرغم من ان المخرج كوانتن تارنتينو كان قد حذف عددا من المقاطع التي تحتوي على مشاهد دموية وذكرت وسائل اعلام صينية ان مجموعات شاينافيلم الموزع المحلي لجانجو اصدرت ابلاغا لصلاة السينما كافة تطلب منهم بشكل مفاجئ الغاء عرض الفيلم لأسباب تقنية موسيقى خلصت النشرة يعطيك ألف عام خلصت الهوبورك طبعك فرد يعطيك العافية دارين انت ترجع تلتقي مع المشاهدين بكرة كان الله رأيت يعطيك العافية تصبح على الألف خير وفي الختام تفكير بأبرز عنوين هذه النشرة موسيقى عودة الخطف بين عرسال وآل شعفر موسيقى سليمان القصف السوري لم يتوخى أهدافا عسكرية موسيقى سلام بعد زيارته بعبدا موسيقى موسيقى في الخاص عودة الصدر تعيد استفادة موسيقى مسؤولي النبيين وعدونا أنه في أقرى خرصة مجزرة في الصنامين وأسقاط طائرة تمويلية موسيقى 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 كان هذا كل شيء حتى الساعة فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم عفوا حسنا المتابعة وتصبحون على ألف خير موسيقى 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 موسيقى